بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم شباب في المحاضرة الثانية من موضوع Occupational Hazards in Dentistry اليوم راح تناول Bio-Risk Management راح تشوفون في محاضرة اليوم اقبع بعض المصطلحات قد تكون اشبه ما يكون بالمصطلحات الادارية لكن هذا جزء من هذا الموضوع تازلنا في مقدمة نستعرض المقدمة قبل الدخول في اجراءات السلامة المهنية اذا موضوع اليوم Bio-Risk Management ادارة المخاطر البيولوجية كيف تدار المخاطر البيولوجية داخل العيادة او كيف تتم عملية احتواء المخاطر البيولوجية داخل عيادة طب الاسنان دعنا نأخذ تعريف Bio-Risk Management تقريبا البيولوجية التكنولوجية و الاجتماعات التي تقوم بعمل لإنفع التدريب و التمرين التي يعمل على منع التعرض هذا ما يعني؟ معنى كل الإجراءات الإحتواء والأساسيات التكنولوجية والتدريب والتمرين اللي يعمل على منع التعرض إلى الحوادث الغير مقصودة التعرض إلى الحوادث الغير مقصودة and intentional exposure عدة ما تحدث قد يكون نتيجة وجود مواد كيميائية او بعض العناصر البيولوجية او السموم او اي حادث ينتج عن ذلك إذن كل هذه الإجراءات إجراءات الإحتواء والتقليل هي تسمى بالبايوريسك management every organization that take on بايوريسك management should be employed there ما معنى هذا؟ معنى أي منظمة أي مؤسسة أي دائرة أي عيادة أي وحدة لطب الأسنان لازم تعمل وفق أساسيات ما هذه الأساسيات بإحتواء المخاطر البيولوجية هي assessment mitigation performance هذا يسمى بال AMP model ما هو AMP model؟ هو ثلاثي جاء من assessment تقييم المخاطر البيولوجية اثنين mitigation هو تقليل المخاطر البيولوجية performance هو رفع الأداء رفع أداء العمل بعد تقييم العمل لازم نرفع أداء العمل إذن AMP model خلي كل شيء بالك إنه تعمل على AMP model إذا تردد إنه تكون عيادتك تعمل ضمن إدارة للمخاطر البيولوجية بشكل جيد إذن نأخذ assessment بشكل سريع هو البروسسيز والمثلسيز والمثلسيز التي تحديد هزارد وفاكتر التي تحديد البيولوجية لتحديد إذن عليك أن تعرف وتحدد وتشخص كل المصادر والعوامل التي تعمل على إحداث الأذى داخل العيادة هذه العملية سهلة جدا عادة الريسك ايديفكيشن حتى نشخص ونحدد الريسك يعتمد على قضيتين الأولى likelihood and consequences لكل شيء الخطط داخل العيادة نقيمه من جانبين من جانب الاحتمالية likelihood ومن جانب consequences أي ما يترتب على الخطر من آثار ونتائج إذن خلن نتفق أنه أمرين نضعهم في جدول يكون المحور الأفقي هو likelihood ونقسمه إلى very likely يعني إلى نقسمه على أساس هذا يمكن أن نقيم كل ريسك داخل العيادة هل هو باللون الأحمر شوفوا أو خلن نأخذ مثالين المثال الأول هو مريض يعاني من الإصابة بCOVID-19 إذن patient with COVID-19 دخل إلى العيادة هذا شنو رح أنا قيمة وفق هذا chart وفق أحسوي assessment هل هو هل هو هذا يشكل خطرا عالي الخطر أو متوسط الخطر أو خطر بسيط على أساس هذا هل محتمل نسأل أنفسنا هل هناك هل هناك احتمال أن يدخل إلى العيادة مريض يعاني من COVID-19 هذه الأيام لا نحن نقول محتمل وارد أنه يدخل للعيادة مريض عند COVID-19 إذن ما هي الـ إذا دخل هذا المريض للعيادة وأنا لم أخذ كل إجراءات الوقائية داخل العيادة هل يؤدي هذا الخطر إلى الفتاليتي محتمل major injuries أو minor injuries أو negligible injuries إذن دخل نصنف على أساس أنه الصحة جيدة صحة الطبيب جيدة وعمر أيضا أنه متوسط العمر أو شاب قد يتحمل العدوى بهذا المرض فنصنف على أساس أنه يسبب major injuries فإذا صنف ناه يسبب major injuries للطبيب معناه أنه وهو likely يقع ضمن المنطقة الحمراء يجب بال المريض دخول للعيادة بدون إجراءات وقائية داخل العيادة معناه ضمن ال إذن سوء إلى ريسك سوء بالمثال آخر على سبيل مثال نأخذ الجروح التي تنتج النتيجة الطعن بالنيدل المستخدم لدى الطبيب هل هو very likely yes it is very likely يحدث عادة يحدث قد يحدث بسبب fatality major نصنف على أساس أنه minor injuries إذا minor injuries هو very likely يكون أيضا high risk إذا كان likely لا يكون medium risk وهكذا نصنف كل المخاطر التي تكون داخل الحادث بالأسنان على أساس هذا التقاطع ما بين likelihood and consequences وهنا عرفت assessment اللي هو أول شيء بال AMP model أوكي أنتقل لل matigation اللي هو الشيء الثاني أو القاعدة الثانية بالAMP model matigation يعرف أنه كل الإجراءات الفعاليات التي تعمل على تقليل أو تحديد أو إلغاء أو استبدال المخاطر أو استبدال المخاطر بأي طريقة معينة أو حتى ارتداء وسائل الحمالة الشخصية إذن 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 معنى أنه أما سوى إذن إذن المكان المكان يسمى المتغيشن إذا أروح على الجانب الآخر والأخير من الAMP هو performance هو كل وسائل القضايا التنفيذية بأي طريقة بأي طريقة بأي طريقة بأي طريقة معنى أنه هذا الكلام بتفصيل كثير يتكلم عن التعزيز والتأمين والسيطرة هنا يحتاج أنه دائما حتى أعمل بأداء عالي لازم يكون أنا عندي أراقب كل كريتيريا تكون أنا أشتغل به داخل العيادة وأبدأ سنويا أبدأ أنه أحاول أطبق معايير جودة وهي quality control and quality assurance هذا يعتمد طبعا أنه قد ترتبط بعض المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية بمؤسسات أخرى أو بشركات أخرى تراقب هذه الشركات أداء هذه المؤسسات الصحية ومن ثم تمنحها شهادات كنت تكون على سبيل المثال الآيزو شهادة الآيزو في جودة الأداء أنتقل إلى المتغيشن بشكل مفصل هو تقليل المخاطر البيولوجية في هذا الشكل الذي يمثل الهيراريكي of متغيشن كونترول أنه المتغيشن عادة هناك أكثر من إجراء يمكن من خلال تقليل المخاطر البيولوجية في مكان عملك نبدأ في قاعدة الهرم المقلوب باللون الأزرق وهو اليمينيشن اليمينيشن معناه أنه إزالة الخطر وعدم التعامل مع الخطر نهائيا أضرب لذلك مثال كأن يكون أنت لا تستقبل مرضى المصابين بكوفيد ناينتين في عيادتك من خلال فحصهم بدرجة الحرارة وتستثني من دخول العيادة كل مريض ترتفع درجة حرارته فوق الأربعين سنتر هذا معناه أنه عملته بمبدأ المتغيشن ومنعت أساسا الخطر أن يدخل العيادة وهنا يحال المريض إلى مراكز متخصصة قد تكون مؤهلة باستقبال هذا النوع من المرضى الإجراء الآخر بالمتغيشن هو معناه استبدال الخطر بخطر أقل منه استبدال الخطر بخطر أقل منه الإجراء الآخر هو تعمل بعض الإجراءات الهندسية داخل العيادة تقلل من المخاطر البيولوجية ما بعده هو هناك بعض الإجراءات الإدارية والسياسات التي تتبع داخل العيادة قد تقلل من المخاطر البيولوجية آخر شيء في هرام الماتيغيشن كونترول هو البي بي بي بيرسونال بروتكتيف اكوپمنت اللي هي مستلزمات السلامة الشخصية أو مستلزمات الحماية الشخصية اللي هي تمثل القاون والماسك والفيس شيلد والغلوفز هذا هنا تعتبر هي بالخط الأخير من وسائل الحماية وتقديل المخاطر البيولوجية عندما نتكلم عن الانجينيريك كونترول في الانجينيريك كونترول هو فيرز ديفينس لاين ان امبلوي بروتكشن فهذا يمثل بعض الإجراءات الهندسية داخل العيادة كانت تكون تصميم العيادة مدخل المرضى المخارج فتحات التهوية والحواجز وصالة انتظار المرضى وغيرها على سبيل المثال Local Exhaust Ventilation General Ventilation Isolation Barrier Prepare Chemical Storage Facility Design كذلك استخدام التقنيات الحديثة بالأجهزة New Technology Instrumentation هذه كلها إجراءات من ضمن الانجينيريك كونترول تعمل على Mitigate the Risk على سبيل المثال هذا مخطط لعيادة طب أسنان العيادة هنا مقسمة إلى منطقتين Dirty Zone and Clean Zone لاحظ بالDirty Zone موجود Wash Hand بيزن Out and In أي باب ذات مدخلين للداخل والخارج إضافة إلى الواشنغ سنك الترسونيك دينر رايسنغ سنك و Single Ended Washer Disinfector هذه الأمور موجودة داخل الDirty Zone في داخل الكلين زون نشاهد أنه Sterilizer Inspection and Storage of Materials and Instruments وهنا يوجد مخرج للعيادة وكذلك نلاحظ أن الVentilation يكون باتجاه أو Air Flow باتجاه الClean Zone إلى Dirty Zone لاحظ الVentilation Input هو Ventilation Extraction or Output بهذا الاتجاه هذا الدزاين يعتبر تصميم هندسي نموذجي لعيادة طب الأسنان يقلل من المخاطر البيولوجية Positioning of Dental Unit بالنسبة إلى البينج اللي يحتوي على الكمبيوتر والسينج والهاند ووشينج في هذا الاتجاه يكون رأس المريض عليك أن تحسب مسافة متر واحد للسبلاتر area سبلاتر area تمثل المنطقة التي يتطاير بها الرذاذ نتيجة العمل كانت تعمل بالروتري هاند بيس أو بالدريل أو بالووشينج والرذاذ يعتبر من الريسكي فاكترز أو رسكي ايجنت محلوكي المحلوكي المحلوكي تشمل كل البركاتر ومحلوكي 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 إذاً كل الإجراءات الإجراءات الإدارية التي تعملها التي تقوم بها داخل العيادة طبعاً هذه هناك إجراءات قضايا إجرائية وهناك قضايا تخص ترتيب وتنظيم عمل موظفين داخل العيادة فهناك قضايا إجرائية كتقليل عدد العاملين المتعرضين للخطر إذا كان هناك خاصة أثناء الوباء مثلاً تضع جدولاً استقبال المرضى بحيث لا يكون هناك ازدحام داخل العيادة يقوم بالتنظيف الدائم والمحافظة على ترتيب الأثاث وإضافة إلى لابلينج أوف بروديكتز البعض العلب التي تحتوي على المواد الكيميائية التي قد تكون خطرة لازم عملية لابلينج ومعرفتها ومخزنها بشكل جيد إجراء ذاكسينيشن أو أخذ الذاكسين من قبل العاملين في العيادة ومتابعة هذا الموضوع كذلك تسجيل الحالات المرضية وإجراء تدريب دوري للعاملين من جملة إجراءات الإدارية Administrative Control عليك أن تعرف كيف تدير العاملين معك في العيادة من خلال Responsibility ومن ثم Accountability إذن إعطاء المسؤوليات ومراقبة العمل ومن ثم المحاسبة Applications of Administrative and Engineering Control هناك بعض التطبيقات الخاصة بالإجراءات الهندسية والإدارية على سبيل المثال One Hand Needle Recapping and Needle Bending Directly by Fingers Should Be Avoided كل هذا الخطر يعرضك إلى Needle Stick Injury ومن ثم عليك أن تطبق معايير Needle Stick Safety and Prevention Using Instruments in State of Fingers to Place a Disposable Contaminated Sharps in Accessible Sharps container عليك أن تطبع في container خاص wash hands immediately after removing gloves okay Administrative and generic Control أيضًا contaminated reusable sharps should be placed in immediately after use in pasture resistant and labeled container until property processed يعتبر PPE last line of safety design to protect workers from infectious disease by breaking the chain of infection at the portal of entry or exit of the microorganism PPE بحد ذاته يعمل كخط دفاعي أخير لك مجرد اختراق هذا الخط تكون in direct contact with the risk فهو يمنع دخول المايكروارغانزم أو خروج المايكروارغانزم من العاملين إلى المرضى PPE includes gloves, gown, eye protection and other protective clothing fitting, fitting taste بالنسبة للPPE وهي وسائل الحماية الشخصية so appropriate size of personal protective equipment may give you more protection more comfortable feeling during work, lost, low cost and no boring sequence for putting on personal protective بداية نبدأ مع gown ثم mask or respirator and googles or face shield وتكون النهاية بارتداء how to safely remove personal protective equipment نبدأ بالgloves بداية ثم الغوغل or face shield, gown and mask or respirator واخيرا تنهي هذه العملية بwash hands or use an alcohol-based hand sanitizer prevention is better than cure golden rule all patients should be treated as if they are infectious and the routine cross-infection control is necessary dealing with every patient شكرا للمشاهدة